الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله من الأمور المباحة أيضا الأكل والشرب والجماع ليلا ولو استمر ذلك إلى قبيل الفجر ولو استمر ذلك إلى قبيل الفجر لكن إن أذن الفجر فعليه أن يمسك وإن كان يجامع أهله فعليه أن ينزع فلو استدام فإن جمهور العلماء على أن صومه يفسد يعني جمهور العلماء يقول بأن الرجل يمكن له يكل ويشرب في الليل ويمكن له يجامع أهله في الليل لكن إن كان يجامع أهله ثم أذن الفجر فإنه يجب عليه أن ينزع مباشرة يعني يترك هذا الجماع لكن إن استدام فإنه يعني يفسد صومه كيفسد الصوم دياله كذلك بالنسبة للأكل والشرب كي يأكل ويشرب ويسمع المؤذن فجمهور العلماء يقولوا بأنه خصوه الفضل هذا الشي اللي يفهمه يعني هذه المدغة ما يبلعهاش ما يصرتهاش خصوه يرميها ويشل الفمه ويستقبل اليوم دياله ديال الصيام هذا قول جمهور العلماء بعض العلماء استثناء من هذه الصورة يعني من آية من قول الله سبحانه وتعالى وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل استثناء منها صورة ورد فيها حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه واحد الإنسان عنده واحد الكوب ديال الماء عنده واحد الغراف ديال الماء كي يشرب اسمع المؤذن فهذا شيء يسير إلا يبقى يكمل هذا الشرب دياله حتى يقضي حاجته منه وما يبقى مشهوش معه فلا حرج في ذلك هذه صورة مستثناء لكن التوسع في ذلك هذا خلاف الاحتياط للعبادة والعبادة ينبغي أن يحتاط لها احتياطا كبيرا والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين